موضوع العنف لكن بعد هذه الوقفة إذن حبتنا موضوعنا اليوم في هذه الحلقة موضوع مهم وهو العنف ضد الأبناء أرحب بضيفي الفاضل في هذه الحلقة و الذي راح إن شاء الله يحدثنا عن هذا الموضوع و أرحب بالدكتور خالد عبد الكريم أطرش هو طبعا مستشار في التنمية البشرية و أيضا التطوير الإداري و الأسري حياك الله دكتور خالد مساءك الله بالخير و أشكرك على المجتمعنا يحياكم الله و أسعد الله و مساءكم الخير و السعادة و الطيبة و الرضا يحلن و سهل لكم خالد دكتور اليوم حلقتنا معك إن شاء الله عن العنف ضد الأبناء و دائما دكتور نبدأ حوارات نجيمنا معك بأن نعرف ما المقصود بالعنف ضد الأبناء لأن بعض قد يقول لك أنا اليومار سقد لا يكون عنف قد يكون من حقك بأن أقسو على الأبناء في يسمي تور قسوة أو حب أو تربية أو ما لذلك فما الفرق بين العنف ضد الأبناء و غيره من أسريب تربية يعني اليوم أبناءنا في لذة أكبادنا نعم و أنا على يقين بأن كل أب و كل أم لما يصير عندما يسمى هجوم أو عنف أو قسوة أو توتر أو إلى آخره هو دافعه المحبة و المصلحة لكن المشكلة في الأسلوب و ليس في الدافع الأسلوب الأسلوب و ليس في الدافع الغائلات المرلوسية نعم و اليوم بعض الأشخاص اليوم عنده دافع حقيقة أنا ما أشك في أن دافع الأم و الأب و الأسرة و الوالدين دافعهم دائما طيب الغاية الإصلاح الغاية الإصلاح و أن يكون إنسان يعتمد على نفسه و أن تكون ناجحة و يخاف على و إلى آخر كل هذه الغاية طيبة جميل لكن المشكلة أحيانا في استخدام هذا الأسلوب الذي نستخدمه مع الأبناء و لذلك يلجأ بعض الأشخاص من باب أنه دعوة الإصلاح و الضبط إلى ما يسمى العنف و الإيذاء حج أني أنا أبوهم و كيفي أبوهم و كيفي ليس صحيحا الله سبحانه و تعالى لما ملكك شأن أبنائك أعطاك سلطة مقيدة ما في عندنا سلطة مطلقة ما عندنا أبنائك حتى لكم ما في عندنا سلطة مطلقة ما في سلطة مطلقة إلا لله و أن الحكم إلا لله فقط لكن باقي السلطات هي سلطات مقيدة مضبوطة طبعا لا تظلم و لا تظلم هذه قضية أساسية فما في أنا اليوم أنا اللي بكيفي أسوي أنا لأني أب أنا لأني و المشكلة ننصح بعض الزملاء و الأحبة في موقف معين قولنا لا قلت لا أنا ألا بكيفي أنا صرفت الماضي معه فنسمع ثورة لعبارات كثيرا لما توجه أحدهم إلى سلوكا عنيف مع أحد أبنائه طيب خطأ أنت اليوم لما تدمر أن الله يعني شوف دمار البنيان ممكن يعمر لكن دمار الإنسان صعب أن يعمر هذه قضية أساسية أنا اليوم لما أدمر أدمر الإنسان كيف أدمر الإنسان و بعد ذلك أبغى و أتمنى أنه يكون شخصية و ثقة و متحدث و متكلم و إلى آخره و أنا دمرته بيدي نحن اليوم لا نعارض الضبط حق الآباء أن يضبطوا سلوكيات أبنائهم لكن من حق الأبناء أنت تحافظ على ذاتهم وهذه قضية أساسية العنف قد يكون العنف اللفظي و العنف الجسدي و العنف الفكري نعم فأنت لما تصب جام غضبك بكلام غير متزم بأوصاف سيئة بأحيانا بخطأ باليد في العنف الجسدي أنت اليوم بالصراخ بالزف بالشتائم بالتشبيه بالحيوانات كل هذا هذا يسمى اليوم أنت تمارس العنف على أبنائك هذا العنف أنت اليوم بممارستك هذا العنف تعطي صورة سلبية للأبناء بأن هذا هو العنف و هذه هي السلطة طيب هذا سوف ينعكس على معاملتهم فيما بينهم و على الأبناء ولذلك اليوم العنف من أخطر الأشياء التي تمارسها الفرق كبير جدا بين ضبط سلوكيات الأبناء وبين العنف تجاه الأبناء الفرق كبير ما هو الفرق؟ أنا اليوم أضبط السلوكيات مطلوب وأمانة و كلكم راعي و كلكم مسؤول عن رعيتي نعم نعم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نضبط سلوكيات أبنائنا مروا أبنائكم بالصلاة و أبناء سبع و اضربوهم عليهم و أبناء عشر إذن ضبط للسلوكيات لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا و ما أجاز لنا أن ندمر الإنسان يعني بمعنى ما يحق للإنسان أن أصف أبنائي بصفات سية أنا اليوم عندي المحافظة على الفاعل و إصلاح الفعل مرة ثانية المحافظة على الشخص على هذا ولدي هذا ابني هذا زوجي هذه زوجتي هذه أخي المحافظة لي و إصلاح الفعل المشكلة أنا بيني و بين الآخرين هو فعله و ليس ذاته و الإسلام جاء ليس ليدمر الناس إنما ليغير سلوكيات الناس إذا قال لا إله إلا الله معنا أفضل فعل أحياء الأفعيل الإسلام يجب ما قبله كذلك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أحسن نعم قالوا كيف ننصر مظلوما عرفناها بس ظالب قال أنت كف ما تساعد على الظلم ما تعينه إذن الفكرة الأساسية الفرق بين الضبط للأبناء وهو أمر مطلوب و مكلفي و بين العنف تجاه الأبناء أن العنف ينصب دائما على ذات الأبناء على شخصية الأبناء على كيان الأبناء على وجود الأبناء أيه هنا الخطر أيه هنا الخطر لكن الضبط هو على سوركيات أنا اليوم مثال عندك المثال ثلاث ساعات خلينا أقول تلعب أوكي لعب تجاوز اللعب أوكي خلاص أنا اليوم رح أسعب منك هذا الجهاز الجميع اليوم ضبطتك نعم أصرق أنت والذي ما يصف إذن سلوك ضبط طيب مثال أنا والله خلي نقول أخذتني الحمية والغضب والتوتر بدأت أزفة وأشتمة وأشبها بالحيوانات وأعفن أقارنه بالآخرين شوف الناس شوف فلان شوف علان ليش معنا تسودت وجه فهو في الغالب العنف مبعثه الانتقام وتنفيذ القهر الرغبة في الضاح يعني هو ليس الأصلاح الغالب في العنف هو مبعثه هو الانتقام وتفريغ الشحنة أنت اليوم أبدا أنت غضب عندك شحنة غضب شحنة انتقام تريد أن تشعر أن شعر في العجز فأنت تريد هذا مبعثه هذا العنف الذي يبعث على ضبط السلوكيات وتربية الأبناء هو الإصلاح الإصلاح ولذلك الإصلاح شأن المصلحين الإصلاح شأن المصلحين وأمر أهلك بالصلاة واستبر ما قال اصبر قال اصبر يعني بمعنى زيادة لا بد أن تبذل الجهد وتأتي بأفعال وأساليب وأدوات وتصبر ومرة وخمسة وخمسين ومئة يعني حتى يجوز لك أن تستخدم ضبط يعني الإسلام لما أمرنا في الصلاة سبع متى تحاسب بعد ثلاث سنوات يعني شوف المدة الزمنية في كل يوم خمس صلوات في الشهر فأنت عندك حد كبير وممارسات كبيرة إذن العنف مبعثه الانتقام أيضا حتى في الإسلام حتى الضرب لا يكون شديد حتى الإسلام وجهنا يكون بالسواك يعني الضرب يعني الضرب في الإسلام ما أبيح إلا إذا كان يعني عندنا أساسا شروط للضرب نعم شروط للضرب أساسا إذا لكن مثلاك أول شرط من شروط الضرب أن لا يكون مبرح وأن لا تضرب على الوجه أسنت وأن لا تضرب وأنت غضبان يا سلام تعلم ما تفعل صحيح إي أنت غضبان لأن ما تضرب وأنت غضبان هذا الانتقام صحيح وأن تضرب بمقدار الخطأ صحيح وأن تضرب على متعمد مش ناسي يا سلام يعني والله أقول لك ناسي إي لا خلاص ناسي انتهى انتهى صحيح وأن تضرب على شيء متذكرة يعني هي قضية شروط ما شاء الله عليك أثرت يعني نقطة جدا مهمة وفيصلية في كل الجانب في الخالد وهي قد تخفى الكثيرين أنك تفرق بين الشخصية والإنسان والسلوك أنت نقدك موجه لحدث معين لسلوك معين وهذه كمية تطبقناها سوف يعني فعلا نسهم إن شاء الله في تنسي يعني دائما أنا أسأل هذا ولدي هذا حبيبي هذا زوجي هذه زوجتي هذا ولدي طيب اليوم أنا اليوم هذا السلوك عنده خطأ أنا أريده لكن سلوك هذا خطأ أسأل نفسي إذا كنت أعرف كيف ما هو المفتاح الذي ممكن لأن أؤثر على هذا الشخص ما هي الضوابط كيف أضبطه كيف أغيره التدرج في التغيير التدرج في الضبط هذه قضية إذا ما كنت أعرف ألجأ مرة ثانية وشدد ألجأ إلى أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الاختصاصيين إذن هذه قضية أسأل كيف عندي هذه الحالة وأنا خلينا أقول عجز كيف دلني والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أشيروا علي أيها الناس هذه قضية أساسية فحتى الإنسان يصلح لابد أن يفرق وأن تصر رسالة بأنك يا ولدي أنا اليوم أنت ولدي حبيبي لكن سلوكك هذا خطأ لازم تغيير أفرق بين الشخص أبدا ولا مش أفرق أنا شوف لا أفرق أنا فقط أفرق وهو يعلم يعني بمعنى أرسل رسالة واضحة صريحة مش تلميح أنا لا أنت يا ولدي حبيبي تعال يا ولدي تعال يا حبيبي تعال يا ولدي أنت اليوم أحبك وأنت ولدي لكن هذا السلوك غلط لازم غير جميل لأنه لازم يفهم أنه أنت مكارها لأنه يكون يفهم بداية لشخص وغب لا حتى أنا أنا في النهاية أريد أن أصلح فاعل لا أريد أن أدمر لا أريد أن أدمر فاعل هذه قضية أساسية فأنا يعني مثل الواحد يبي كحلاء معه عمل الإنسان فهذا ما يفعل بالضبط نعم طيب كيف أعرف أن يعني إذا كان عندي سابقا سلوك كان فيه عنفة للأبناء كيف أعرف أن هناك أثر يعني سلبي عليهم على أبناء بالضبط كيف يعرف الشخص للطفل إذا كان فيه علامات عنف عليه في شخصية تظاهر والله يشوف أحيانا العنف على الأبناء أو الزوجة أيضا العنف بحد ذاته الإسلام نهانا عن العنف لا شك والله سبحانه وتعالى لما جعل يعني أن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء من مناع للخير معتت عتل بعد ذلك الزنيم العنف هذا الإسلام المؤمن وصفه المؤمن بأنه هين لا يألين ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف هذه قضية الأمر كيف أعرف اليوم لما أجد أبنائي اليوم لا يجلسون معي في غرفة في الصالة ينزوي ينسحب لازم أسأل نفسي ليش زوجة أو زوجتي اليوم عندنا البعد قد نجتمع في الصالة لكن كل واحد ما سكترفونا كل واحد وهذا حاصب وهذا أخطر الخطر يعني اليوم نحن اليوم لجب أن يكون عندنا شيء من العلاج لهذا الانتشار من المرض الممكن مشاهفين أو من حاسيفين طيب لما أشوف أبنائي ينسحبون الأمر الثاني لما أشوف أبنائي شخصيتهم فيها تزاز ما في عنده ثقة فأبنائي ما عنده ثقة بنفسه التعبير والكلام والمخالطة فعنده خوف اتخاذ القرار وحمل المسؤولية فعنده خوف أعلم بأن هذا هناك عنف داخله مورس عليه مورس عليه لما يكون عندي أنا اليوم ظاهرة أحيانا انطراب الجسدي الرجفان أكل الأظافر طبعا التأتأة النوم المضطرب كل هذا يدل أن هناك خوف يكون أيضا يكون لما يكون الخوف من التعبير صحيح ما يقدر يكلمه ما يقدر أوكي حاضر يوبا أبشر يوبا طال عمرك تزفة ساكت طبعا لما تزفة وساكت وحاضر كذا أنت اليوم ما قعد تأخذ منه شيء يا سلام فأنت اليوم قعد تدمر تدخل على شخصية شخصية الإنسان لما تشعر أن هذا الولد هذا الولد أنت اليوم اللي أنت قعد تتهجم عليه أحيانا ينعكس تماما بدل أن ننزو يصير عنده الهروب مع ربعة يمارس نفس الدور على الأخوانات رح أجي أحيانا العكس تماما يبدأ يتمرد ويصارخ ويضرب ويرد ويمارس العنف مع أخوان الأصغر منه أو مع أمة أو مع الآخرين أو الخادم أو الجار أو الشارع أو عفوا في السوق أو إلى آخرين فتشوفه صاحب مشاكل تشوفه قاعد يهاوش الكل فهذا تنفيس عند نوع التنفيس التنفيس شعور بأنه عند انتقام يريد أن يفرغ شعور بأنه عند إحباط يريد أن يفرغ فهو ما عفوا ما أنشئ على أنك اليوم بها الحياة فهو يلجأ إلى الأضعف يشوف أما واحد في الشارع أو واحد في السوق أو عفوا خادم أو أخو الأصغر منه أو أخده إلى آخرين فيفرغ ولذاك العنف العنف لا يولده إلا أنفا لا شك في الغالب نعم خالد أيضا جانبهم أشرت لهذاك الله خير قبل قليل أن دائما الإصلاح والتقويم يكون للفعل نفسه لحدث نفسه ذكر السؤال كيف أنا يعني أستخدم عبارات محددة لخنقول تقويم السلوك ذكر نفسه هل كلها عدد عبارات إيجابية يكون حال الطفل يحتاج إلى حزم إلى أن يحس أن فعلا أنا صادق فيها التوجيه فما هي أنسب ذكر الطريقة لخنقول تقويم السلوك والنصف فيه ذكر خالد شوف التقويم السلوك أنا في البداية أقول ابدأوا ممكرا حتى لا تتعبوا متأخرا يا صلاح هذه أول كلمة طبعا مروا شوف ليش بدأ قال مروا لأن السبع الأولى سبع الأولى تكون يكون التدريب فيها لعب من طريق الممازحة عن طريق القصص السبع الأولى جميل هذه قضية السبع الأولى تكون فيها اللعب والممارسة والضحك والقصص والألوان وإلى آخره والخيال وهذه كلها تنمارسها في السبع الأولى ويبدأ الإنسان في الوعي من عمره سنة ونصف إلى سنتين فيبدأ الإنسان الأم والأب يبدأ دورهم في هذه لكن بأسلوب ماذا وليس بأسلوب عنف وبعض الأمهات تمارس العنف للأبناءهم عمره سنة ونصف أو سنتين وتصارق وتشتم وتضرب وآخره وهذه أطفال هذول لا أحدهم لذلك التربية تبدأ في البدايات أول سبع تكون باللعب تربية واضح هذه قضية نبدأ في السبع الثانية ما يسمى الضبط رأى النبي عليه الصلاة طفلا تطوش تطيش يده في الصحن فقال يا غلام مسك إيده تعال وين وين ما قلت بسم الله سم الله طيب وكل يا ولد حبيبي قل من جدامك إذن انتقل من القول وهو قضية أساسية كنخالد اسمح لي خلن ناخذ شرطي أكثر إذا لاحبتنا فاصل وراجع لكم كم شراء أكثر حول الطرق إن شاء الله السليمة للتوجيه وإيضا لتربية الأبناء بعد هذا الفاصل رجعنا معكم من جديد حبتنا في هذا الحوار عن طريقة تربية الأبناء والابتعاد دائما عن الأمر الخطير وهو طبعا العنف الذي يهدم شخصيات الأبناء وهو طبعا أمره جدا خطير أعود بهذا الحوار لضيفي الفاضل الدكتور خالد عبد الكريم أطرش حكرا دكتور من جزيز السلام عليكم حياكم الله إذا دكتور نصيحة ثمينة قدمتها فعلا دكتور خالد ذاكر الله خير لطريقة تقويم والابناء وتربيتهم وهي طبعا الافتعاد كلية عن نقد الشخص والحط من قدر دكتور خالد وذكرت عدة أمور تعتبر إن شاء الله تعالى نهج سليم لتقويم الأبناء ذاك الله خير يعني حتى المشاهدين الكرام كنا نتكلم أن كيف أقيم وأقوم سلوك أبنائي في موقف محدد وقلنا في البداية كلما بدأنا مبكرا كلما يعني خلنا نقول سهلة سهلة وقلنا السبع الأولى ندرب ونعلم ونربي أبنائنا ألعاب مرح ضحك ألوان كل هذه قصص كلها تتسبب لهم السبع الثاني تأتي للضبط والضبط يكون دائما هنا في قضية أساسية في التدريب الضبط يكون بالممارسة بالفعل كورس السبع الأولى يعني ما فيها تربية زر أقيم بتور وإنبيهات فيها زرأ سلوكيات وليس أفكار يعني مثال الأبناء يفهمون في السبع الأولى سلوكيات يعني مثال لما تريد أنت سلوكيات أن نظف أسنانها علم أن مثال راحة الفم مزعجة وعن طريق قصة والولد يعني خلنا نقول وراح المدرسة ونحش وكذا وكذا علم طيب علم خلنا نقول عن الألوان رمي القمامة في الأسنان مثلا إذن كلها عن طريق ما يسمى القصة الحكاية المراح الضحك اللعب هذه قضية لعب وأبناءكم سبعا تأديبا جميل طيب انتقلنا إلى السبع الثاني الضبط الضبط سبع الثاني الضبط هي الضبط لكن بالفعل بالممارسة وليس بالكلام يختلف عننا السبع الأولى تماما تماما السبع الثانية هي بالممارسة يعني بمعنى أنت اليوم تبدأ تمارس معها أنت اليوم تريد أن تعلمه يلا تعال امشي وياه إلى المسجد صار الآن ممارسة اليوم روح اليوم تصدق على هذا الفقير تعال يا ولدي خذ نصف دينار أو نصف دينار أعطي لهذا العمل تقال من جانب نظري إلى جانب عملي إذا انتقل عملي تعال يا بنتي تعالي مثال الأم تقول لها تعالي دي شوية المطبخ أقوم يصلي من السبع إذن لا تكثروا من الكلام يعني أنت اليوم عطي ركز وهذه قضية مشكلتنا أحيانا عندنا منشطة ودهور كاملة الله سوي 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 آخر هذه مصيبة صحيح لا تكثروا من الكلام أنت اليوم ركز على هدف على فعل على سلوك انتهي منه تأكد منه وانتقل إلى السلوك الآخر هذه قضية يعني دائما انتقل من سلوك إلى سلوك يعني بعض الأباء يريد أن يربي عياله كلتا في وقت واحد ولأ وفي جلسة على الطعام صحيح جالسة على الطعام أنت وريك أنت لازم تسوي ويعطيه محاضرة وخلص يالله سلام عليك وين صحيح اتربي ما تكون هذا اتربي ما تكون بهذه الطريقة إذاك الممارسة الفعل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي فعل الممارسة إذن السبع الثانية تحتاج إلى شيء محدد والممارسة طيب في الممارسة هذه قضية أساسية بعد الممارسة أنت اليوم صار عند الولد الوعي بمعنى بعد السبع هذه الثانية صار عند الاربطاش سينتقل إلى المصاحبة المصاحبة أنت اليوم تصاحبه تكلفه لكن أنت أيضا تراقبه تحطه في مكان لكن أنت تاخد الفيدباك المدح مسألة المدح 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 والثناء مطلوب دائما ركز على الفعل الطيب يعني مثال امدح لما هو يسوي شيء طيب لأن بعض الأشخاص ما يرى في أبنائه إلا النقص صحيح فينتقد يا أخي طيب شوف النقد يعني شوف طيب شيء طيب امدح سلوكه طيب لما مثال قلت له مثال شيل أو عمل أو أكتب كتب ما تسكت امدحه حتى يعرف أن الفعل الطيب والسلوك الطيب له أجر له ثواب له مقابل ثواب العقاب إذن امدح دائما على الفعل الطيب ولذلك لا تشتغل دائما في ذنب النقص أنه دائما بعض الأشخاص يعني ركز على نعم دائما التوبيخ دائما العنف دائما الذنب دائما التنقيص نعم سمت طيب إذن دكور فيناك جانب مهم دكتور خالد في أيضا تقويم السلوك وبتعادل العنف دكتور ما أثر العنف على الأطفال دكتور العنف دائما يقتل شخصية الإنسان نعم حتى تعرف قضية أساسية أبنائنا اليوم بعد سنة سنتين مكتفين ماليا وهذا بعض الأشخاص ما يدرك يعني أنت بعدين مفاتحين عالميا أنت اليوم عالم كلتها أنت ما كنت تعرف يعني ما كنا نعرف عفوا فريجنا بس يعني و كنا بحاجة الأب إذن هي القضية أساسية ما تقس الزمان لكل زمان يعني حتى سيدنا علي رضي الله يقول يعني فإن أبنائكم خلقوا لزمان غير زمانكم خلقوا مراتنا نشوف يعني أطفال يعني يمارس إليهم حتى في أماكن عامة دكتور يعني حتى قدام الناس والله نشوفهم بعضهم أيضا نصورهم للأسف الشديد يعني تجز حتى في موقع التواصل مشاهد دكتور يعني فعلا والله خطيرة والله يعني أنا أدعو من هذا المكان لو عندنا قانون يجرم هذا الفعل هو كده هو شوف الأباء يعني ليس السلطة كما كنا في البداية لهم السلطة المطلقة لأن في بعض الآباء مجرمين وأنا بأقصد ما أقول مجرمين بالانتقام مجرمين بالضرب مجرمين بالعفن بالعنف مجرمين بالإهمال يكون وضحية طبعا هو مجرم وأحيانا يعفن خلاف بينه وبين طليقته يروح يطلق على ابناء الإجرام أحيانا من بعض الآباء وأقصد الأمهات والآباء اليوم الإجرام موجود لابد أن يكون هناك قانون ضحية أنت لما عفن تأتي وتضرب ابنك أو تشتم ابنك أو تزف ابنك أو تفضح ابنك على العلن جدام الناس إيش تتوقع أن تكون شخصيته هذا طبعا أنا راح أسألك سؤال أنت اليوم جدام ربعك وإخوانك وزفيت وبهدلت وإنت فيك هذا بعد 20 سنة هل ينسى هؤلاء ما ينسوا هذا السؤال ماذا عن شخصية دكتور المعنف لذاك إذا بينك عفن أنت اليوم أنا بينه وبين ولدي مشكلة امدح أبنائك على العلن وحاسبهم في السر وهذه قضية يجب أن ندركها اليوم المدح على العلن لكن في المحاسبة السر ما ينفع أن يكون على ملأ الناس من هذول الناس أساسا الناس لا تنسى الناس لا تنسى وتبدأ تذكر تذكر وأرشيف الأسود والصندوق الأسود الموجود فأنت اليوم لا تدمر شخصية أبنائك أمام الآخرين ليس من حقهم وليس إلا من حقك أنت تنشر اليوم عندك مشكلة بينك وبين الآخرين هذه القضية يجب علينا أن ندركها لأن الولد أنت اليوم لما تعنفه أمام الآخرين تدمر شخصيته تجعل فيه حب الانتقام تجعل فيه أفكرة كثير من الأشخاص أبنائنا اللي راحوا أفضل نسى الله السلام والعافية والمخدرات والأصحاب السوق أو الانحرار أو إلى آخرين نتيجة أن الدمار الداخلي يريد أن يبحث عن خلاص ويريد أن يبحث عن خلاص فيشوف له صديق يمدح يعرف عقله يجي على العقل يحفظ وذلك إذا أردت أن تكسب أبنائك اضبط نفسك واتق الله سبحانه وتعالى في أبنائك الله سبحانه وتعالى لما جعل لنا البر وقل رب رحمهما كما ربياني صغير التربية غير الرعاية جميل التربية هي مصاحبة التربية هي حب أن تعطيهم المشاعر والحب أن تعطيهم الحب الحب الجسدي في بعض الأشخاص عيالة ما يلمسهم في بعض الأشخاص ما عندها حب لساني صحيح ما يقول أنا حبكم صحيح في بعض الأشخاص ما يحب عيالة ويبوسهم ويقبلهم صحيح في بعض الأشخاص ما يلمهم ويضمهم يمثلت وعندهم نقص عاطف كبير في بعض الأشخاص ما يجلس مع عيالة القرب المكاني ما يجلس معهم صحيح وين عيالك وين أدري ما في هذه مصيبة كبرى وكيف تريد أن يصلح يصلح أبنائك وأنت لست قريب منهم أنت اليوم ما تعرف وأكبر اليوم أن أحدد اليوم التحان اسأل بعض الآباء عشر خصال في ولدك عشر مهارات في ابنك عشر صفات في ولدك ما يعرفها وهذه مصيبة يحب متى يضحك إذن هي القضية ممارسة اللعب مع الأبناء هو قرب ممارسة الحب اجلس معهم يا أخي تعال أنت على نادي أنت يشجع فريق وأنا يشجع فريق تعال اجلس معهم في اللعب تعال نروحوا ويا بعضنا طيب استشرهم في قضية طيب صار معي شديد إيش رأيك يا ولدي الأم يا بنتي صار معي دير بالك أعطيت كل شخصيتها وقيمتها في الحياة إيه وبعدين ليش لأن أشوف إذا أردت لأولادك أن يكونوا واعين دائما خلي الحلول عندهم طيب لو واحد سوى شديد إيش يسوي بل ضب لا تفرض الحلول جميل خالد إذن ذكرتني في شغلة مهمة الآن تحدث عن مسألة إذن كيف يتكرر وعلمهم أن يواجهوا أيضا موقف ذكر فيه عنف مثلا يعني كيف يعلم ابنائي أن يعني يواجهوا شخص يعني حاول أن يعنفهم أو حتى تكرر قليل له وطفل أو صديقة في مدرسة يمارس معه عنف ذكر كيف أجعله يواجه هذا الموقف في نجاح حلو يعني أول شيء إذا أردت أنت يعني هذا أول شيء أنت لا تمارس معه العنف هذا أول شيء هذا أول قضية جميل يعني بعض الآباء يعني أنا رأيت قصص عندي كثيرة جدا في الاستشارات تأتينا وحان يجيوني كثير الأطفال يقولوا يا إبنا زميتي في مدرسة كانت عنيفة معاي أو تقني أو أن تنمر عليه نعم فكيف أجعلهم يواجه هذا الموقف للشيء نعم هذا أول شيء الأمر الثاني أنت اليوم فيه عنف الأبناء دائما رسالة للأبناء أنه أنت لازم تحمي نفسك تحمي نفسك تحمي نفسك يعني أي ودائما لا تجعل ابنك يأتي إليك يعني والله واحد يطقني طيب لجيني شنو الحال يا ولدي ليش هذا ضربك فيه سبب انتسبيتها ضربتها طيب روح اشتكي عندكم موجه أعطي خيار قول لي يا ولدي عندنا خيارات وهذه قضية نحن لا نريد أن نشيع العنف وهذا منتشر اليوم يعني أول رسالة لما يجي الولد طقني إيش يقول ضربين أضربا هذا مو صحيح هذا عفوا إنشاعة عنف وتعليم على العنف وجرائب بعد ذلك يعني الثقافة منتشر لأسف وهذه قضية اليوم لأن الولد ما يدرك أنا اليوم الولد تعلم أنه يضرب الآخرين طيب مثال راح ضرب أو ارتكيب جريم وهذه شوف أحيانا يطعن ويقتل ويأذح أنا أقول أنت اليوم عندك يا ولدي هذا الذي يحمي نفسك أما أن اليوم تشتكي للمسؤول وفي عندنا دائما يبي معنا أن علم أن هناك قانون صحيح وفي خصائي اجتماع طبعا إما خصائي اجتماع وبكرة لما يكبر في عندنا عفوا في قانون لأمر الثاني أنت اليوم تسأل هذا السبب تعرف السبب صحيح لأمر الثالث أنت اليوم تكون لك مجموعة تحميك الأمر الرابع ممكن أنت اليوم أنت تضرب ويا صحبة عشان تسخرة عندك يصير معاك أحسن ما يكون عليك الأمر الخامس ممكن أنت اليوم تمنعه تمسكه مش ضد تضربه الأمر السادث إذا وجدت أنه ما في حل ممكن أنت تضربه بمقداره ما يضربك بس تحمل أثر الضرب ليش أقول هذه الخمسة أو ستة أشياء لأن الولاد لازم يكون عنده من الوعي هنا أضرب هنا ما أضرب هنا أنسحب هنا أروح اشتكي ديتوري لاحظك مش الله تركز كثيرا حتى على شخصية الطفل ديتوري يعني كلها أمور متعلقة بحوار وشخصيتها طبعا لأنه ما يصير أدفع أنا للولد أنا أعطيه خيار بس العنف طيب هناك طيب راح أسوه عنف وأذى نفسه وأذى الآخر وأنا عندي قصص كثيرة الأب يعني مثال من فترة ولد طلعوا لبعض الشباب حسبا لنا فهجم عليهم فقتلوا طعنوا مات الولد القضية لأنه كان عنده أنه عنف ما علمه يا ولدي إذا شفت ثلاثة انسحب هذه وهذه مرجلة لأنه ما يخالف هذه مرجلة لأنه يعني أنا أقف في مواطن أنسح فيها والشجاعة أحيان أنسح إذن الحماية فهي الفكرة الأساسية أعطي عيالكم أعطوا عيالنا دائما أعطيهم دائما خيارات أنت الذي تحدد حسب الموقف طب حسب الشخص أنا لما أعلم دائما عنف طيب هذا الذي يسوي معك عنف أخوك العود أو أبوك ما يصير لكن هذا من هذا طيب كيف أحتحيل عليه هذا ممكن أنا أحتاج أنا صاحبة صحيح ممكن هذا طيب معلمي خلينا أكون كمثال جميل إذن هذه القضية علموا عيالنا دائما أحط الجد أمو خيارات عشان يكون هو القرار عندها إذن تقول خالد فعلا حديث كان معك ممتع حول موضوعنا اليوم وهو عن العنف ضد الأبناء لكن نقول في ختام كل شكر لك وفعلا كانت حلقة ممتعة معك وحديث شيق كما عودتنا دائما في الخالد أبوك الله أسأتكم حياكم الله أسأتكم كل شكر لك أيضا شكر لموصول لكم ما حبتنا لهذا المتابعة وكانت حلقة عن العنف ضد الأبناء وكيفية إن شاء الله معارض هذا الجانب إن شاء الله تكونوا أسفتوا من الحلقة وإن شاء الله لقاءنا فيكم ويتجدد في حلقة مقبلة نقول لكم في أمان الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر